الخشاف طبقة الخشاف ده اهم حاجة في شهر رمضان ممكن نكون بنستنى رمضان مستنى للسنة علشان الطبق ده حلو جدا بيرطب على القلب وقيمته الاغذائية بتكون عالية جدا لان عبارة عن فواكح مجففة مكسرات بلح لبن ومؤمر الدين كلها حاجات قيمتها الغذائية بتكون عالية جدا بيرطب على القلب حلو جدا في شهر رمضان وفي فصل الصيف هعبر لكم ان شاء الله بطريقتين اتنين يلا نشوف هنعمل الطبقة الطحفة ده ازاي بس ما تنسيش اللايك للفيديو ولو انت لسه جديدة على الكنان ومش مشتركة اضغطي استشتراك وفعلي جرس التنبيه علشان يوصلك اشعارات بوصفات الجديدة عشان نعمل طبقة الخشاف الحلو ده هنحتاج شوية مكسرات وزبيب يعني مش مشية متقطعها انصاف كمان فيه اراسيا انا شايلة البزر منها تقدر يتقطعيها انصاف او تسيبيها زي مايه بحالها انا بفضلها زي ما هي كده بمنتهى السؤولة هتشيل البزرة من النص وترجعي القراسيا زي ما كانت بتطلع بمنتهى السؤولة لانها بتكون طرية جدا فيه عندي جوز هند ناعم فيه عندي مكسرات مشكلة اي نوع مكسرات بتحبيها لو مش موجودة ما فيش اي مشكلة فيه كمان سوداني محمص يفضل كل المكسرات اللي هتشتغل بها تكون محمصة بس مش مملحة البلح اللي هو الناشف المتقطع انصاف زي ما حضراتكم شايفين اللي احنا بنبله كل يوم على الفطار مش البلح الطري اللي هو الطمر الطري اول حاجة انا كنت ناعمل امر الدين قبلها بيوم في مياه عاديه خالص وجبته ضربته في الخلاط علشان انا عامل خليط بتاعه خالص فبقولة هضيف امر الدين وهنزل بالمشمشية والقراصي اللي انا غسلتها كويس جدا وتأكد ان هات غسلت تماما هنزل بنص الكمية لان انا هعمل خشاف بعمر الدين وخشاف بالحليب نص كمية المشمشية هتلاحظوا ان كمية القراصي اكبر شوية بس انا الحقيقة كان ده اللي موجودة عندي شوية كده من البلح برضو اخدتهم غسلتهم كويس جدا ونزلت بهم على القراصي والمشمشية تقدر تضيفي اي فواكه انت بتحبيها موز كانت لوب تفاح زي ما تحبي بس انا هكتفي بدول لان انا بحبه اكتر بالفواكه المجففة هنزل بس داني من محمص وكمان مكسرات محمصة لازم المكسرات تكون محمصة علشان هي بتفضل في الخليط بتاع الامر الدين او الحليب فترة طويلة عشان ما تتراش منك في الخليط ده شوية كده من جز الهند انا بضيف شوية من المكسرات على الخليط وشوية من المكسرات على الوش وقت التزيين او وقت التقديم يعني هقلب الخليط كويس جدا وهدخله التلاجة بس في حاجة تانية ده الزبيب انا مش بضيفه ابدا لان في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن خلط الزبيب بالطمر فانا بضيفه بس وقت التقديم ساعة الاكل بضيف الكمية وقت التقديم على الطبق اللي هيتاكل نيجي بقى للخشاف بالحليب برضو هضيف مقدتين بس صغيرين من السكر على الحليب انا نزلته بكوبة من الحليب بس عشان اضيفه بالسكر وبعدين هنزل بربع معلقة صغيرة من الفانيليا بحبها مع الحليب بس مش مع الامر الدين بتنكه الحليب حلو جدا وبتدوله طعم جميل هنزل بيبقيه كمية المشمشية والقراصية وزي ما عملت مع الخشاف بالامر الدين هنزل برضو بالمكسرات وجوز الهند والسوداني والبلاح نفس برضو المكونات اللي عملتها وهزبط الحليب لحد ما يكون مغطى الخليط انا ما بحبش خليط الخشاف يكون خفيف بحب يكون تقيل ومتماسك كده علشان اقدر براحتي اخففه او اتقيله زي ما انا حب ممكن تضغط تزاودي كمية الحليب اكتر وكمان تزاودي كمية الامر الدين اكتر تمام؟ لانه كل ما بيقعد في التلاجة كل ما الخليط بيتقل اكتر والامر الدين بيتماسك واللبن بيتماسك بيبقى هاتقل فانا زي ما حضراتكم شايفين ضفت شوية كمان من الحليب وقلبت الخليط لحد ما بقى بالشكل ده هتاخد دول وتحطوهم في التلاجة مش اقلل ان اربع ساعات لحد ما اللبن يتشرب كويس جدا الفواكه المجففة والبلح يطرى ويتشرب من اللبن ومن الامر الدين قبل ما تقدميه ده شكلهم بعد ما عد عليهم اربع ساعات هبدأ قدهم بقى في الاطباق او البلاد بتاعة الغرف انا بغرف على قد الكمية اللي هتتاكل بس عشان زي ما قلتلكم ما ينفعش ان انا اضيف الزبيب مع الحليب لان كده هيدخل في باب التحريم اللي رسولنا هنا عنه هفضي بقى الخليط بتاعي في البلاد تقديم اللي انا هقدمها ساعة الاكل بالزبط هضيف مكسرات على الوش وشوية من الزبيب وشوية من جوز الهن بس اتأكيد ان الزبيب هيتضاف على الاطباق اللي هتتاكل في وقتها علشان نحاول نتفادى التحريم اللي رسولنا هنا عنه كل سنواتوا طيبين اتمنى فيديو النهار ده يكون عجبكم وصامحوني علشان صوتي متغير شوية لان انا تعبانة وعندي برد استنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة مبخ ام البنات الاميرة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة والله وبركاته